يوما يضوي ليلك بذر وبيوم لا تجد المشكات فاقبل ذاتك هذا قدر لست وحيدا في المرآة ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة وهو في الخامسة والعشرين من عمره فأنجبت له البنين والبنات اللاء أدركنا الإسلام فكان أولاده صلى الله عليه وسلم كواكب مضيئة وأنوارا سطعت في سماء النبوة فمن هم أبناء النبي وكيف عاش معهم وأحبهم وأحبوه وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده ومن هن بنات النبي ومن الذي نتعلمه من قصصهن فلكل واحدة منهن حالة وحال ولكل واحدة منهن شمس ساطعة وكيف كن مع أبيهن النبي ونبيهن الأب حلقة اليوم من المرآة عن أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم مع ضيفنا معالي الدكتور محمد نوح القضاء أبو غياث حياكم حياكم الله سيدي مرحبا الله يعطيك العافية عفاكم الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعندما نتحدث عن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى حلقات لكن سنحاول في هذه الحلقة أن نأخذ ومضات من سيرة الرسول وأبنائه وعلاقته ابتداء الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثلاث من الأولاد وأربعة من البنات الملحظ المهم يا دكتور في هذه السيرة أن أبناء الذكور توفوا في حياته وصغارا لم يبلغوا الحلم ما هي الحكمة من هذا الأمر هو بداية الأعمار بيد الله عز وجل والأقدار عند الله تبارك وتعالى ولكن نحن يعني دائما من محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام نتلمس الحكم في أوجه حياة النبي عليه الصلاة والسلام النبي معصوم النبي معصوم طيب أولاد النبي معصومين لا أولاد النبي مش معصومين فلو أن واحدا من أبناء النبي أخطأ خطأ ابن النبي لمن منسوب للرباه للنبي يعني النبي ما أحسن التربية إذا نسب خطأ الولد إلى أبيه كان ذلك نقصا في عصمة النبي اللهم أي صلاة والسلام فلأن الله يريد أن يحفظ عصمة النبي ولأن لا ينسب إليه خطأ ما كانش ذريت النبي من الأولاد منين كان ذريت النبي من بنت فاطمة إيجا من الحسن والحسين إن أحسنوا يا عمي جدهم النبي وإذا خربطوا يا الله تربات علي فينسب الفضل فيه إلى النبي من حيث أثر الجدود وإن حدث منهما خطأ بشري قيل تلك كانت تربية علي لكن لو أن لرسول الله أبناء فأخطأ واحد منهم سيقال هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام وإذا عيب بتربيته أو بخطأه ولابد أن يخطئ لأنه مش معصوم أول ما يصير معه غلط سينسب خطأ في تربية النبي صلى الله عليه وسلم فإن يكون قد أخللنا بميزان العصمة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حكيم قال لك ياهب لمن يشاء إناثا وياهب لمن يشاء الذكور فعندما وهب الله عز وجل ذرية النبي من فاطمة لينسب الفضل إلى النبي من حيث أنه جد وإذا حدث خلل بشري في أخلاق الحسن أو الحسين أو اختياراتهم أو تصرفاتهم ينسب ذلك النقص إلى أنه يعني أولاد زي بقية الأولاد وذرية زي بقية الذريات وتربية زي بقية التربيات ولا ينسب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم شيء لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا دائما على الحسن الحسين ولهم قصة حلوة وجميلة يوم الأيام سيدنا الحسن سيد الحسين أطفال عمرهم ستة وسبع سنوات لكن شوف عاد اللي ناشئ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل جمل وجملكما ونعمل راكباني أنتما وقصة مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين داخلين على المسجد فراءه ورجل كبير في العمر وقاعد بتوضى بس بيش بزبط الوضو مش عارف يتوضى فالآن الحسن والحسين يعني سادتنا سيدنا أبو عبد الله الحسين وسيدنا أبو محمد الحسن لو قلوله انت مش عارف تتوضى لا مش حلوة مش ذوق مش ترباة النبي عليه الصلاة والسلام فقال الحسن لهذا الرجل قال يا عم اختصمت أنا وأخي أينا يتقن الوضوء وش رأيك انك تقضي بيننا قالوا يا الله تعالوا صار هو الآن قاضي يا الله تعالوا فهذا جاء ببريق وهذا جاء ببريق من الماء وتوضى الحسن فكان أشبه الناس وضوءا برسول الله ثم قام الحسين فتوضى فكان أشبه الناس وضوءا برسول الله فطن ودارت له الحجي آه شو قال قال بوركتما من بيت نبوه إنما المسيء أنا أنا اللي اشعار فتوضى هذا مفعول تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومفعول منهجية النبي في تربية الأطفال وتنشاة الأطفال وطبعا لك أن تتحدث بما تشاء في تربية الأطفال الصلبيين لهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم عليه السلام لو تحدثنا عن السيدة زينب وقصتها الجميلة مع زوجها أبو العاص وافتدت وكانت علاقة حب وكان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مدى حب زينب لزوجها ومدى حب زوجها لها زينب يكفيها بعد أنها بنت رسول الله أنها بنت خديجة جمالا وكمالا وتربية وأثر الأم ظهر في زينب ولذلك زينب كانت على جمالها وكمالها وحكمتها امتازت بالصبر سيدنا زينب كانت معروفة بالصبر وخطبها ابن عمها ابن أبو لهب اللي كان خاطبها وبعدين لما أبو لهب اشتد في أذى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل تبت يدى أبي لهب وتب فكانت زينب ورقية مخطوبات لأولاد أبو لهب فإجى أبو لهب وقال لأولاده يحرم علي أحكي مع واحد منكم حتى ترجعوا له بناته يا أبونا يا حبيبنا أنت بينك وبين النبي مشاكل إحنا شو علاقتنا قالهم ما فيه فراحت فأبناء أبو لهب راحوا طلقوا البنات وكانوا هم في مرحلة الخطبة ماصار زواج فطلقوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام وروحت زينب وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم روحت والفرق العمري بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زينب كان ثلاثين عام يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت زينب كان عمره ثلاثين سنة بعد زواجه من ستنا خديجة بخمس سنوات صلى الله عليه وسلم فطلق زينب لما زفت أو لما خطبت زينب أهدتها خديجة عقد كان عندها والسبب إنها أكبر البنات وإحنا في عنا عادات ما زالت ليلوم الحاضر إنه الأم تهدي قلادتها لأكبر بناتها وأكبر بنات وهكذا تصبح قلادة هذه متسلسلة بالعائلة فكانت قد أهدتها قلادة أدارت الأيام ورفضوا طبعا أولاد أبو لهب أن يسلموا وستن زينب بقيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت إلى المدينة المنورة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ستن زينب وستن رقية كلاهما بايع مع النبي عليه الصلاة والسلام على ما باعت عليه بقية النساء وهذا بيدل لك قديش إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع بناته وبنات المسلمين بنفس الشيء ونساء المسلمين بنفس الشيء لا فضله ولا يعني ولا ميزته حتى يوم الأيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نادى سيد فاطمة بنته الحبيب الغالي وقال فاطمة بضعت مني قال يا فاطمة بنت محمد تعالي يا علي صهر محمد تعال يا عباس عم محمد تعال قاعدوا عمه وابن عمه زوج بنته وبنته الغالية شوف الكلمتين الحلوات قال لا يأتيني الناس غدا بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم مش بكرة واحد جايب عشر حجات وواحد كفلان خمسين يتيم وواحد عنده صدقات وواحد عنده زكوات وواحد عنده أعمال صالح وواحد عنده وتأتوني بأنسابكم افتحوا الباب أنا بنت محمد فإني لا أغني عنكم من الله شيئا مفيش ميزات لكن خلالهم أمل غير أن لي رحما بظلك أولادي سأبلها ببلاها يعني بسوي اللي بقدر عليه بس ما تركنه وهذا يذهب ميزة الاتكال صحيح لكن احنا طبعا كمسلمين منزلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل معظم ومحترم ومكرمة ومن لم يصلي عليهم في صلاته فلا صلاة له صلاة تعتبر باطلة الصلاة على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وركن في الصلاة فبقيت الأمور إلى أن دارت معركة بدر وإذا بالعاص يقع أسيرا مع المسلمين وقع أسيرا والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه اللحاب يفتدي أهلا وسهلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبحث عن القتل ولا كان يبحث عن الدم هو كان يبحث عن كسر أنفة الظالم حتى يسمع الدعوة وإلا أنت تسلم أو لا تسلم بعد ذلك الأمر لك فجاء العاص أسيرا وإذا بزينب هي ما زالت مخطوبة وإذا بزينب تفتدي زوجها كيف افتدته وإذا بيها تبعث بالقلادة الآن الأسرة السبعين وين في المدينة المنورة وأهليهم في مكة المكرمة ووصل خبرهم لأهليهم يا جماعة الخير اللي انقتل انقتل والأسرة فلان وفلان 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 سبعين واحد اللي حاب منك يدفع فلوس يفتديه من محمد يودي فلوس فإجت ستنا زينب وراحت بعثة القلادة اللي كانت هدية من ستنا خديجة طبعا ستنا خديجة ماتت ماتت في مكة فعام الحزن عام مات في خديجة ومات في أبو طالب والنبي سماه عام الحزن وربنا عوض عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج لأنه ضاقت عليك الأرض فلك فسحة في السماء الأمل دائما موجود وربنا سبحانه وتعالى يتدخل في اللحظات الحاسمة سبحانه وتعالى فلما جاءت الوفود كل واحد بدي يشتري أو يدفع ويفدي أسيره آه جماعة العاص ابن أبي العاص ونمجاين آه شو عندكو يا ربع قالوا والله في عنا شوية فلوس كذا بدنا نوخذ العاص حطوهن قدام النبي وانه قلادة ستنا خديجة وخذلك يا بوك خذلك يا بوك أي هو النبي صلى الله عليه وسلم ع الطير الطاير بتذكر خديجة أي هو النبي طيفه خديجة لا يفارقه أي هو يقول رزقته رزقته رزقه رزقه من الله أحبها النبي عليه الصلاة فرح لصوت هاله أخت خديجة النبي يذبح الذبي حيوزع على صاحبات خديجة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو صويحبات خديجة عنده على البيت ويقول ادخلنا بيتي وكلنا واشربنا كما كنتن تفعلنا في زمن خديجة خنأ حسب الونس هذا هم يزوجوا في المدينة ونس خديجة حب النبي لخديجة ما فاقه حب حب النبي لخديجة كان حبا خالصا يعني احنا اليوم نقرأ عن قصص تايتانيك ومايتانيك هذه قصص روائي خرافي ليس لها قيمة وليس لها أصل بقعدوا قدام التايتانيك بيظل عيط من أول الفيلم لآخر الفيلم كل ما عادوا بعيط خير إن شاء الله قصة 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 مكتوبة رواية هاي ما حصلت ما حصلت انظر إلى الحب الحقيقي الذي قذف في قلب رسول الله وهو يحمد الله على هذا الحب يحمد يحمد الله على الحب والله أنا بقول اليوم الزوجة اللي زوجها بحب لازم تحمد الله أن الله قد رزق زوجها حبها صحيح ولهو بالسهل هذا القلب يخفق لميما كان يكون وسبحان الله العظيم ربك رزق النبي حب سدنا خديجة قال إني رزقت حبها شاف القلادي اللي كان كان يشوفها رقبتها صلى الله عليه وسلم بدأ النبي يبكي أحاول على قوة الله صاروا الصحابة يبكوا معوه لأن الصحابة لحبهم للنبي أصبحت مشاعرهم مرتبطة بمركز استشعار النبي فرح بفرحوا زعل بزعلوا غضب بغضبوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أحبوا النبي بكليتهم فأصبحوا المتحكم بالمشاعر زي ما قال سهيل بن عمر قال لقد دخلت على ملوك العربي والعجم هذا سهيل بن عمر كان وصافه كان كلامه عبارة عن كلم في فيلم فيديو متحرك لما راح يسوي المفاوضات مع النبي في صلح الحديبية وروع على أهل مكة قالوا تال 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 صف لنا محمدا قال شو أوصف شو أوصف لكو قعدوا 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 قال رأيت رجلا وجهوه كالبدر المستنير جالسا في وسط عصبة من الرجال كأنهم الأسود والليوث الهزبرات إذا نظر يمنة نظر يمنة وإذا نظر يسرة نظر يسرة والله لو كلفهم نقض الجبال لنقضوها ما هؤلاء بقوم يقاتلون ختمها شو ها بتطلع يمين بتطلع يمين بتطلع ولا اليوم يا الله مرتك وابنك تمون عليهم كان النبي مون على الأمة هاي كلها ولذلك الله أعزنا يوم أن أعززنا ديننا وقائدنا وقدوتنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اليوم بتحكي لحد يقول لك صحيح ولا ضعيف وضعفه فلان نصحه فلان يا حبيبي قال لك النبي اشتغل اشتغل إذا أراد الله أمة خيرا ألقى عليها العمل وأبطل منها الجدل وإذا أراد الله بأمة شرا ألقى عليها الجدل وأصل الله بغي منها العمل هلث بدما يقعد يسمع المحاضرة حديث صحيح حديث ضعيف حبيبي اشتغل بالباقي والباقي عند الله المهم فعاد لما شافنا آه صارت الصحابة تعيض فقال عليه الصلاة والسلام شوف الحرية وكل الإسلام حريا فقال عليه الصلاة والسلام انشئتم ها أنا ما بجبر هذا وبيقدر طلع عفو انشئتم رددتم عليها زوجها ورددتم عليها قلادتها قالوا والله يا رسول ومعها كمان عشر جمال ايه كرمال إلك يا رسول الله انت بتفكر يعني انت بتؤمر شوف الحب هذا الحب الذي أوصلهم للقمة الرقي والنصر والعزة اعزوا الله فاعزهم ان تنصروا الله ينصركم انصركم قالوا يبشير رسول الله الإقلادة وجوزها وعشر جمال كرامة لستنا زينب اخدوا عجنب قالوا تعال شوفت بعينها كلما شوفت بعينها قالوا آه قالوا طيب بتروح لهناك وتودين المره اللي عندي قالوا حاضر اه بحكي مع الرجال اراح عاد ابو العاص ووصل على مكة ولبس الإقلادة لمين لزينب وحمل حاله ورجع النبي دخل عن النبي قال له اشهد وان لا اليه الله واشهد انك رسول الله ما اجمل القصة وما اجمل العبرة دكتور نستأذنك بفاصل ثم نواصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نواصلوا ما تبقى من المرأة فتفضلوا بالبقاء معنا عدنا اليكم مشاهدين الكرام لنواصل ما تبقى من المرأة مع ضيفنا الدائم مع علي الدكتور محمد نوح القضاء دكتور قصة وفاة سيدنا ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وبكاء الرسول والوقوف عنده على قبره واحتضانه وكلماته المشهورة التي قالها نتحدث هنا عن الرسول الأب الرسول الذي فقد ابنه والمشاعر التي حصلت في هذه الحادثة شوف هو ربنا من حكمته انه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطرق كل باب أبواب الحياة ساعة بتشوف القائد العسكري وساعة تراه العابد الزاهد الساجد وساعة تراه الزوج المحب وساعة تراه الزوج المغضب وساعة تراه يحل المشاكل وساعة تراه يلاعب أحفاده لكن في حاله النبي يكون فيها قدوة وهي فقدان الحبيب هذا حكمة الله عز وجل رجل في هذا العمر هذا المكان وأمل في الحياة كبشر يكون له ولد فيرزق بإبراهيم وإبراهيم أمه كمان مارية غريبة يعني ليست بنت الجزيرة ولها في نفس رسول الله شفقة عشان هيك هو سكنها في العوالي عشان بيئة العوالي بيئة زراعية تكون شبيهة في البيئة اللي كانت فيها في مصر صحيح وما تكون زي بيئة الجزيرة فيها نوع من الصحراوي والقسوة إن كانت المدينة فيها شجر لكن المدينة كمان مش سهلة بيئتها فلها في قلب رسول الله نوع من الإشفاق ونوع من الخصوصية فاجتمع عليه ظرف الأب المحب الزوج المشفق الأم الغريبة نظرة الأمل في وجود ولد اجتمع عليه أيضا استهزاء المشركين بوفاة أولاده القاسم توفى أكبر واحد أولاده القاسم من خديجة رضي الله عنها فكان أمله في إبراهيم فلما صار عمره تقريبا سنتين النبي في المدينة المنورة بعثت له ستة نمارية القبطية إنه تعشوا في ابنك فالنبي كان مشغول فقال اصبر عليه فبعثت له المرة الثانية ابنك قاعد يحتضر فاتمهل بعثت له إن ابنك مفارق النبي مشغول بأمور دولة النبي مشغول ببناء دولة ببناء مجتمع بدعوة إلى الله عز وجل وقائد ورئيس دولة النبي عليه الصلاة والسلام وانظر إلى كيف أنه يقدم مصلحة دولة مصلحة شعب مصلحة المدينة على مصلحة مصلحته وعاطفته صلى الله عليه وسلم قالت ابنك مفارق خلص فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحمل إبراهيم في يديه وَإِنَّ عُيُونَهُ لَتَتَجَوَّلِ عيون الطفل بتلف شايف الموت بعيونه حتى فارق الحياة سيدنا إبراهيم عليه السلام فاللحظة هذه لحظة الضعف هذه لحظة تظهر فيها ردود الأفعال على حقيقتها لحظة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يقبض الله حبيبه من الدنيا وفي رواية ما من عبد يقبض الله ولده من الدنيا إلا ويقول ماذا قال عبدي بسأل الملائكة فيقولون يا رب حمد واسترجع فيقول الله عز وجل الابن لعبدي قصراً في الجنة وسموه بيت الحمد مكافأة فهذه لحظة فيها ابتلاء الإيمان فيها الاختبار الحقيقي لحظة حقيقة ففاضت عين ففاضت روح سيدنا إبراهيم عليه السلام في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي ما تمالك إلا أن يبكي فدمعت عيون النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكلمة المشهورة إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لكن شف النتيجة هذا مشاعر ما بقدر تحكم فيها غير أننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون في ذلك اليوم كسفت الشمس وبدأت الناس تقول الشمس انكسفت لموت إبراهيم فرصة وإجت فرصة وإجت إحنا مرات بيكون واحد القادة أحد الكبار قاعد هيك تيجي حمامي بتوقف بيقول سبحان الله وقفت أمامه لرقة قلبه ها منفسر الأشياء لمصالحنا صحيح فرصة الشمس انكسفت إن نقول عشان إبراهيم ويخطب النبي خطبة قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ما تحكو الحكاية هذا آه مع إنه هاي فرصة دعائية له صلى الله عليه وسلم لكن النبي أعظم من ذلك آه صحيح ثم دفن سيدنا إبراهيم في البقيع عليه السلام وبدأ المشركون يتطاولون بالألسنة قالوا هذا مقطوع الخلفة فأنزل الله تعزيته يا محمد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك مبغضك هو الأبتر ولذلك فيه تفسير جميل لمعنى إنه أعطيناك الكوثر طبعا الكوثر حوض النبي ونهر النبي النبي له نهر وله حوض نهر النبي وحوض النبي نهر الكوثر ونهر ماشن سائر هذا النهر يصب في مكان اسمه حوض الكوثر حدوده يقول النبي صلى الله عليه وسلم حوض ما بين عمان البلقاء وحضرموت من عمان عاصمة الأردن لحد حضرموت هذا طول حوض النبي عليه الصلاة والسلام أكوابه بعدد نجوم السماء يا الله ليأتين عليه يوم وهو غاص مليان ليش لأنه من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا نقول يا رب فإحنا كلنا نقول يا رب اللهم يا أمين وبالمقابل ليثادن أقوام والله غير في ناس ينطردوا ليثادن أقوام اليوم القيامة عن حوضي فأقول أمتي أمتي شو تقول الملائكة إنك لا تدري إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك شو عمله ربا وفسوق ودق ورقص وغنان ومش عارف مين انت مش عارف شو يسوه فالنبي هذاك الوقت مش وقت عذر فأقول سحقا سحقا الله لا يردهم ما دام كينهم خبصين وراه شو يسوي له كل واحد تحمل فقالوا عنه إنه أبتر فأنزل الله التعزية لكن في ملحظ جميل وتفسير جميل إنه أعطيناك الكوثر عدا عن موضوع النهر الكوثر إنا كثرنا ذريتك آخر السورة شو إن شانئك هو الأبتر فأعطيناك الكوثر كثرة الذرية وهذا أبترناه لحد اليوم ذرية آل النبي صلى الله عليه وسلم في كل بقاع الدنيا لا تكاد تدخل بلدا إلا وفيه من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله كوثر أعطاه كثرة الذرية واللي حكوا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في واحد اليوم بيفتقر يقول والله جدي أبو لهب أصلا لو كان له أولاد حقيقيين لا استحوا أن يقولوا إحنا أبونا أبو لهب فربنا كافى النبي عليه الصلاة والسلام على صبره وتحسبه وإنا لله وإنا يراجعون أعطاه الكوثر وجعل شانئ النبي ومبغض النبي هو مقطوع الذرية جميل يا دكتور قصة سيدة رقية ورقية وأم كلثوم تزوجها من سيدنا عثمان بن عفان لكن الجميل في قصة سيدة رقية أنها مرضت وكانت تصادف معركة بدر والرسول صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا عثمان بأن لا يذهب إلى المعركة لأنه كانت في مرضها نعم فكان هو جالس للتمريض للتمريض لها وماتت في يوم انتصار المسلمين في معركة بدر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد دفنها ودفنها سيدنا عثمان بن عفان يعني عندما يعني يموت لك ابن ويموت لك ابنة ولا تحضر دفنها وأنت قائد في معركة قائد في حرب قائد في نصرة الإسلام والمسلمين هذا المغزى يا دكتور هو أولا النبي عليه الصلاة والسلام مش يعني خنقول حابة أو غاوز مع عثمان قال له ما تروحش على الحرب معنا عشان ما نفهمش طلعت المسلمين خروج المسلمين لبدر ما كان بنيت القتال هو كان نية اعتراض قافلة لأنه قريش أخرت فلوسنا كمسلمين ننخدهم فسمعنا أنه في قافلة جاي خنروح نجيب فلوسنا واحدة بواحدة فما كان في نية القتال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عثمان لا تطلع انت معنا على القافلة هاي طالعة خليك عند زوجتك لأنا كانت تعاني من الحمى وحمى المدينة المنورة كانت حمى مهلكة والسبب في ذلك أنه المدينة أرض سبخة سبخة فيها مستنقعات ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع من الصحابة المهندسين من شقوا له الطرقات حتى حركوا المياه وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام عمل أكبر مشروع بيئي في الجزيرة العربية لتحريك المياه الآسنة والراكدة التي تصدر البعوض الذي يحمل الملاريا ويقتب للبهلة هارسية هذا النبي اشتغل فيه 24 شهر والمهندسين من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام والناس بقول لك الصحابة يا قوم يا قوم مش هيك الصحابة صحابة مخ وفهم وهندسة ودراسة ومعرفة وقوة وإرادة وتخطيط النبي اشتغل أكبر مشروع بيئي في الجزيرة العربية اللي هو مشروع تحريك المياه الراكدة اللي في المدينة المنورة وهي اللي كانت تجيب الحمى لأنه أمه ماتت بالأبواء من الحمى وأبوه مات في المدينة من الحمى ولما وصلوا على المدينة المنورة أنهكتهم الحمى حتى سيدنا أبو بكر الصديق كان يلعن الحمى من شدة الألم من شدة الألم سيدنا أبو بكر الصديق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر ما هم كانوا يسبوا تعبوا وأشاعت قريش أن الحمى أنهكتهم فأمرنا بالإضطباع لما نروح نعتمر أو نحج أول ثلاث أشواط من طلع إيدينا ومنركض عشان تبين العضلات هذا كله شو سببه؟ سبب الحمى فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لما دخل على المدينة المنورة ولقى هالحمى هاي قاتل الناس راح جمع الصحابة وقال لهم بدنا هاي المياه نخلص منها فاختار من الصحابة ثلاثة كانوا مهندسين كانوا أصحاب عقول بنائية وما الناس يفكرون مع أعراب لا مهندسين فراحوا درسوا المدينة المنورة وشافوا من أين المداخل وأين المخارج ونسبة ارتفاع الأرض منسوبها وعملوا قنوات تحركت المي فخلصت المدينة المنورة من الماء الراكد فبطل فيه البيوت تبعت النموس تخيل المخ اللي عاملوا النبي عليه الصلاة والسلام هم فكروا يلا ابني جامع وسوي دولة اي شو بدأ شغل بدأ رجال اي وفا فسيدنا عثمان اذن له النبي البقاء مع زوجته لأنه كانت بتنازع والنبي عارف انه مفارقة اه نا انه مفارقة فخرج الى القافلة اتحولت لحرب فانتظروا عاد في بدر وبدر بعين علمين المنورة 140 كيلو فبقوا هناك اثار الزوجة رضي الله عنها ماتت ودفنها سيدنا عثمان رضي الله عنه فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو لانه الدنيا لا تكمل هو فرحان بالنصر لكن جاءه هذا الخبر اللي يعني قدر الله عز وجل لكن هذا يثبت لك ان الدنيا لا تكمل لأحد والمسلمون حزنوا على وفاة زوجة عثمان انا بنت النبي عليه الصلاة والسلام وكأن الله يريد ان يقول الدنيا ناقصة لا كمال فيها لفرحة ولا فرحة فيها دائمة ولا كمال فيها لحزن ولا حزن فيها دائم فهذا قدر الله عز وجل ايضا السيدة ام كلثوم ماتت وهي كانت زوجة لسيدنا عثمان بن العفان لكن الذي حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر موتها وجلس على قبرها يبكي وكان مشهد عند الصحابة مؤثر جدا انه حتى لم يستطع الرسول صلى الله عليه وسلم انه ينزل في القبر من شدة تأثره وتعبه وكان بكاءه شديد هذا المنح الانساني لاب ابتلي بوفاة ابناءه جميعا في حياته الا السيدة فاطمة كيف يمكن ان نفسر هذا المعنى المشاعر الانسانية لا يمكن ان تصف ولا ان تفسر رجل في مكانة النبي القاسم مات عبدالله مات زينب ماتت رقية ماتت عبدالله مات مات ابراهيم ابراهيم مات ام كلثوم ماتت بقي عنده فاطمة يعني شو مشاعر الاب اللي قاعد يدفن فيهم واحد بعد الثاني صعب والله يا دكتور يعني اتلاء صعب اتلاء صعب والله يا دكتور اتلاء صعب مشاعر الرحمة مشاعر فقدان الغالي فقدان الحبيب وخاصة انه زوجها لعثمان بعدما ماتت اختها زينب زوجها ودفن الاولى ماتت وما كان موجود واستجمع النبي ذاكرته لزينب اللي اندفنته انا مش موجود فكان حزن النبي عليها مش حزن واحد هو حزنين مضاف له حزن انقطاع الذرية ما مضل ما لا ما مضل حدا خديجة امهم ماتت وهؤلاء قاعدين اولاد ورحد ورد ثاني وواحد ورد ثاني يعني انسان يرى انه الدنيا ما بالنهاية قل انما انا بشر مثلكم عندي مشاعر عندي احاسيس عندي محبة عندي كرح عندي امل عندي رجاء عندي اولاد عندي ذرية انا بالنهاية بشر وقال لك مثلكم مثلكم ما قال انا بشر منكم لا مثلكم مثلكم بكل مكونات البشرية فنزل صلى الله عليه وسلم وطال البكاء في داخل القبر طال البكاء عليها في داخل القبر لكن ارادة الله نافذة واجمع هذا الكلام مع وفاته هو صلى الله عليه وسلم لما دخلت عنده فاطمة الزهراء تسمح لنا في موضوع سيدة فاطمة ما نحكيه في حلقة مستقلة ونخصص حلقة عن سيدة فاطمة ان شاء الله اذا امكن ان شاء الله سكرا مع عليك الله يرضى عليك اعطيك العافية كان يفرح اشد الفرح ويسر اعظم السرور بما رزقه الله تعالى من الاولاد فسماهم باحسن الاسماء لقد كان يقبلهم ويحملهم ويحملهم على ظهره ويلاعبهم ويداعبهم ويضاحكهم ويرقيهم حين يمرض احدهم فمن عبق مكة الى رياح المدينة سندان عشق ومطرقة الفقد عاش خير من رق قلبه وخير من سار على قدمين فكن من الناظرين على جميل رقيق فعله صلى الله عليه وسلم مع اهله واولاده في حياته وقل آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين دمتم في رعاية الله يوما يضوي ليلك بذر وبيوم لا تجد المشكات فاقبل ذاتك هذا قدر لست وحيدا في المرآة لا 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 تخشى المرآة فالكل شروخ وعيو وتريد غلافا هادي وسعي وبجوفك أشلاء حروب بالإقبال تتبذل أحوال ما بين شروق وغروب ترجمة نانسي قنقر